النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخميس الحادي والعشرين من أيلول نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم كتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا مترافقة مع مرتفع جويا شبه مداني علوي من المتوقع أن تتعمق في أجواء المنطقة اعتبارة من ساعة نهار اليوم الخميس يكون التعمق أوضح وتكون السيطرة أقوى خلال ساعات أيام الجمعة والسبت والأحد بما شئت الله تعالى بناء على هذا التحية تبزى الضغوط الجوية في طبقات الجوية كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون طقس اليوم الخميس صيفيا مشمسا حارا نسبيا ترتفع درجات الحرارة لتسجل 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 18 درجة مئوية تكون الرياح غربية هادئة عند 15 كيلو مترا في الساعة نهار الجمعة يتحول الطقس من صيفيا حار نسبيا إلى صيفيا حار بوضوح وذلك مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تلامس 37 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 17 درجة مئوية تبقى الرياح هادئة غربية عند 15 كيلو مترا في الساعة أجواء السبت أيضا مشمسة مستقرة صيفية حارة بوضوح تسجل درجات الحرارة 37 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 18 درجة مئوية تكون الرياح غربية هادئة عند 15 كيلو مترا في الساعة في التوقعات متوسطة وبعد ما تتوقع بإذن الله تعالى أن تدوم تأثيرات هذه كتلة الهوائية الحارة حتى ساعة نهارا الاثنين ثم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل واضح وصريح بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات حالة الجوية لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون